ضمن مناورات عربات النار التي يجريها جيش الإسرائيلي تدربت وحدة جبال الألبى المتخصصة بالغتال في ظروف جبلية وطقس بارد في جبل الشيخ تدريب شمل سيناريوهات هجومية ورفعية على جبهتي سوريا ولبنان المزيد في تخريز زميل عمر ربيع الجيش الإسرائيلي يجري مناورات تشمل كل أفراده بدون استثناء من هيئة الأركان وحتى المجندين الجدد أطلق عليها اسم عربات النار أما المدة فشهر كامل وصف بشهر حرب شهر يهدف إلى زيادة جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة طاحنة وطويلة الأمد ومتعددة الجبهات كما تحاكي المناورات سيناريوهات قتالية بمشاركة قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات الأذرع الهيئات الوحدات والجبهات إحدى الجبهات بل أهمها هي الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان وسوريا في جبل الشيخ حيث تدرب وحدة جبال الألب المكلفة بتأمين الجبل والمتخصصة بالقتال في المنطقة المعقدة من حيث التضاريس الجبلية والطقس البارد قواموا وحدة جبال الألب مئات من جنود الاحتياط معظمهم أدوا الخدمة النظامية في وحدات خاصة كقولاني وإيغوز ويتميزون بأنهم عايشوا المنطقة ويعرفون تفاصيلها بالدقة أما عملهم فبعضه علني والآخر سري ويتراوح بين نشاط هجومي كتنفيذ كمائن في العمق وشن عمليات إلى آخر دفاعي لإحباط الهجمات والحفاظ على الهدوء تدربنا على سيناريوهات مختلفة ومطولة لاحتلال جبل الشيخ في الليل والنهار مصحوبة بين إيران الهاون والقناصة وضائرات هليكوبتر قتالية نحن مستعدون لتقديم رد حازم في الحرب كما تتميز الوحدة بأن قطاعها يشمل بلدين عدوين لإسرائيل سوريا ولبنان المقاتلون متمرسون بالقتال في جبل الشيخ في الشتاء لأنهم يمكثون به منذ أول تساقط الثلوج في ديسمبر كانون الأول من كل عام وحتى إبريل نيسان لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إن هناك حاجة لكي يتمرس المقاتلون أيضا في الحرب في الجبل في أيام الصيف الحارة أيضا وبالتالي فإن قيادة الوحدة استغلت شهر حرب في مناورة عربات النار لتدريب المقاتلين في الحرب في الجبل بأيام الصيف كهذه الفترة جبل الشيخ ذخر استراتيجي يدرك الجيش الإسرائيلي أن من يسيطر عليه إنما يسيطر على هطبة الجولان خاصرة الجليل ومن هنا تنبع أهمية هذه التدريبات عمر ربيعي 24 نيوز جبل الشيخ شمال إسرائيل أعلن الانفصاليون المولون لروسيا في الشرق الأوكراني استلاءهم على بلدة ليمانا الاستراتيجية في دونباس في وقتين اشتدت فيه المعارك في شرق البلاد ولم يعلق جيش روسي والجيش الأوكراني على الدعاءات الانفصاليين حتى اللحظة وتعد ليمانا تقاطعا مهمة للسكك الحديدية تقع شمال شرقي مدينة سلوفنياسك التي استعادتها كييف من الفصاليين عام 2014 أصدر معهد نيو لاينز على أمريكي تغريرا يؤكدنا روسيا تتعمد ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا بهدف كسر معنويات الشعب والحصول على أفضلية في الحرب ووقعا على التغرير وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب أكثر من ثلاثين خبيرا وأكاديميا من مجال أبحاث الإبادات الجمعية وخلال أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب وثقت أحداث عديدة لإعدام مدنيين أوكرانيين وخبور شمعية واستهداف محطات قطار